تحت عنوان كشف تحويلات خالية الأخوان من فبراير العام الماضي إلى يوليو الحالي نشرت صحيفة الرأي في أعدادها الصادر اليوم نقلا عن مصادر ذات صلاة أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب طالبت من البنوك وشركات الصرافة تزويدها بكشف مفصل للحوالات المالية الصادرة والواردة لأعضاء خالية الأخوان المسلمين المصرية الإرهابية التي تم ضبطها أخيرا ولفتت المصادر إلى أن إدارة المكافحة حددت للبنوك وشركات الصرافة فترة الاستقصاء المطلوبة في الفترة بين الأول من فبراير لعام 2018 إلى 11 يوليو أي قبل يومين من اعتقال أفراد الخلية وكان مجلس الوزراء أكد أن التحقيقات مستمرة للكشف عن من تطولهم شبهة التستر على أفراد الخلية والتعاون معهم